اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعلق تفوز متتالي أرقام قياسية ولكن الأداء هل هنصمد أمام سوء الأداء في المبارات اللي جاية وخصوصاً المبارات اللي جاية كلها نوك أوت الفائز مولود والخسر مفقود هل هنصمد هل هنتحمل هذا الضغط الرهيب من لعبي المنافسين عايز أقولك أن كل حتى اللي خرجوا التمن فرق اللي خرجت من الأدوار الأولى كلهم بلعبوا أوبن جيم بلعبوا جيم مفتوح ظهروا بأداء متميز مش معنى كده أن كل اللي في أوبن جيم خرج اللي بالعكس يعني يمكن الثلاثة وعشرين منتخب على مستوى البطولة كله بلعب بشكل مفتوح يأتي في المقام الثاني مباشرة المنتخبات العربية قطلة العربية على رأسها مصر بلعب بشكل متحفز ولكن على عكس المنتخب المغربي على عكس المنتخب الجزائري وإن كان فيه تشابه في التهديف من خلال الأشواط ما بين المنتخب الجزائري ومنتخب الوطني إحنا سجلنا الخمس أهداف كلهم في الشوط الأول الجزائر سجل ست أهداف خمسة منهم في الشوط الأول إذن هنا فيه تشابه ما بين عملية التسجيل في المنتخبات العربية في التوقيتات لكن أنا شايف أن المنتخب هيتعامل في المرات القادمة ابتداء من برد جنوب أفريقيا بمبدأ أنت لازم تكسب وتكسب بفوز مبكر تستغل ضربة البداية وتستغل أن أنت بتسجل في الشوط الأول وخصوصا أنت لما بتدافع عندك إصرار عندك إصرار وعزيمة التخطي الدور وما بعد الدور طبعا مساندة جمهورية غير مسبوكة مساندة مسؤولين وخصوصا أن فيه مش تهديد رسمي أنا بتكلم على تهديد معناوي أن الخروج المبكر حيتبعه قرارات مهمة جدا جدا قرارات مصرية أنت أنا ما نتمناش الخروج المبكر بالضبط ده اللي إحنا ما نتعمل يعني أصلا مين عاوضنا حتى لو فيه قرارات مصرية بعدك فيش حاجة عاوضنا عن الخروج المبكر وكويس أن إحنا عم فوجدان اللقب بشكل عام مش خروج المبكر بس عن اللقب هو الأهم أه طبعا دي حاجة الحاجة التانية يمكن اللي مطمنانا الشوية بعد الشيء وفي الوسط الرياضي والشارع الرياضي أن فيه منتخبات كده في حاجة اسمها الكعب العالي في حاجة اسمها أن فرقة كعبات عالي على فرقة تانية أو منتخب على منتخب يعني من بينها جنوب أفريقيا إحنا برضو ده لا يدعو أن إحنا نحط نبقى متفقلين أو الزيادة عن لزوم لأ إحنا عندنا جنوب أفريقيا عندنا فيه منتخبات كده لما منحس أن إحنا اللعبة منحس أن إحنا هنكسب بنتفاقل يعني زي جنوب أفريقيا الكاميرون كودفوار تعبدا علي عليهم شوي آه بالزبط بسنا مش بيبقى مكياس طبعا لا منا بكلمش عن مكياس بس بيديك بعض من الثقة وإنت محتاج الثقة في هذا التوقيت بالذات يعني أما جنوب أفريقيا يمكن مش في حالت هذا المعتادة المعروف عنها في الفترة السابقة يعني جنوب أفريقيا دايما بيعلى رتمها وبيعلى أداءها مع الأدوار التالية وده برضو اللي يقلقك بعض الشيء واللي مش يخوفك اللي يقلقك بعض الشيء أو تعمله حساب أن الفرقة دي مع الأدوار التالية بتكون خادت على الجو على الجو الكروي على المناخ على أن بيبقى فيه انسجام أكتر وخصوصا أن هم برضو متجمعين بشكل متأخر ما عملوش معسكر طويل المدى ما تجمعوش بقالهم فترة كبيرة ويمكن المباريات هي اللي ساعدتهم على أن يتعامل منتخب منسجم مع الوقت لأ أنا شايف إن شاء الله مصر قادرة على تخطي هذا الدور وإن شاء الله أنا تخطى الدور بعد الدول حتى نصل للنهاية بإذن الله مطلوب إيه من منتخب مصر؟ في ظل الانتقادات المنطقية خلينا نأكد إن هي انتقادات فعلا منطقية على منتخب الوطن المصري فيما يتعلق بالأداء بالتحديد قال النتائج كويسة الأرقام كويسة لكن الأداء هو علامات استفهام كتيرة جدا على أداء منتخب مصر إيه المطلوب بقى المرحلة اللي جاية عشان يتم تعديل هذا الأداء ويظهر المنتخب المصري بالشكل اللي بيتوقعه وبيتمنى كل فرد ومواطن مصري بيتابع البطول طبعا أول حاجة التركيز قويسة عامل التركيز مهم جدا جدا تركيز في أنك أنت تنفذ خطة الجهاز الفني سواء هتلعب بقى مستجل ضربة البداية والضغط العالي من بداية المرأة أو هتلعب متحفز أو هتلعب بزون ديفنس وهكذا المهم أنك أنت تركيز قوي في خطة المدرب في تنفذها يعني في تنفذها لازم يكون أولا الجو العام للمعسكر لازم تهيئ كل مناحي التركيز في المعسكر كل ما يأدعو إلى التشويش وعدم التركيز لابد من طرده تماما لابد من إدارة المنتخب أنها تمنع أي شخص دخيل أنه هو يخش على المعسكر أو على اللعيبة أو حوارات مبارح كان فيه نجوم كدامة مع لعيب المنتخب وتصور معاهم وكده شاء أنت ضد الكلامنا؟ لا أنا ضده لو أنت مثلا عندك المباراة بعد 24 ساعة أو 48 ساعة لكن بصراحة عادي لكن أنا شايف الموضوع لسه أنت لسه قدامك المباراة لسه يوم السبت الجاي فأنا بطلب من النهاردة معلش مهما كان بقى يعني خلاص الكيادة الإدارية موجودة كيادة المنتخب موجودة وزير الشباب موجود الناس كلها موجودة اللي هي على رأس الكيادة الرياضية ما ينفعش بقى أننا لا ندخل جمهور ولا حتى لعيبة ولا حتى مشاير اللعيبة عارفة كويس قوي دورها اللعيبة عارفة أنه هو على المحاك يعني بشكل شخصي كل اللعب دلوقتي إليه ثقله في الموازين الرياضية طبع طبع وكل واحد عايز يبقى يعلو يعني أنت عندك محمد صلاح 185.18 مليون يورو بالزبط عندك أغلى لعب في أفريقيا محمد صلاح آه يعني في التاني على طول سيديوماني لو جدت لبيت اللي عايبت منتخب مصر بقى برضو في مصنفين في محمد النيني في أحمد محمدي في حجازي كل دول مصنف عايزي طبع طبع لهم تموحات أن هم يروح يمكن يمكن أحمد حجازي معلاش يمكن رغم أنه بيلعب في الدرجة التانية شامل شب لكنها عنده تطلعات نلعب في المستويات الأعلى الأعلى وانتكفى أن أنت عندك أربعة من منتخب أفريقيا حتى الآن مع نهاية في التشكيل الأمثل فدي برضو بيدي لك مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة جدا يتحفظ عليها مسؤولية قدام جماهيرك قدام 75 ألف متفرج قدام المت مليون أمام الشاشات الصغيرة الجميل أن حتى المشاهدين بيبقوا في تجمعات في تجمعات كبيرة النهاردة وزير الشباب بيفتح مراكز الشباب كلها عندك الأندية كلها موجودة الأعضاء كلهم بيلتفوا حول مصر واسم مصر النهاردة في أقل تجمع لا يقل عن خمس تلاف مشاهد ومتابع في أقل تجمع الناس دي كلها حاسة الجهاز الفني حاسس اللعيبة حاسة بهذا الأمر فأعتقد أن ده هاديهم طاقة إيجابية هيشحنهم بشكل كبير قبل المباراة اللي جاي إن شاء الله في الكلمة على التشكيلة وبيبقوا جبهلنا على الشاشة دلوقتي وتشكيلة أفضل 11 لعب أو أفضل منتخب أو أفضل تكوين للمنتخبات كلهم في الدور الأول بالتحديد في عندنا أربعة مصريين متواجدين في التشكيلة المثالية للجولة الأولى محمد صلاح أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمد الشناوي في المقابل في التشكيلة الأساسية دي لأنه فيه دك على فكرة فيه ثلاثة أو فيه اتنين جزائريين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر دول المتواجدين من الجزائر تعليقك على التشكيلة دي من وجهة ناصر هي حاجة كويسة بصراحة أن يكون فيه 4 مصرات لا هي حاجة كويسة ومفاجأة بصراحة الشناوي يستحق بصراحة آه الشناوي طبعا على رأس المجدين وكنا وكنا طبعا متوقعين أنه هو يخرج منوف زماتش المرال اللي جاءه أعلى فكرة عملت التقييم مش عاب بتتم إزاي وإن كنت على قدر خبراتنا المتواضعة في المجال خبرات كبيرة طبعا يعني أعتقد أن جات لك كم كورة صدت كم كورة أنقذت كم هدف وكذا بالنسبة للعب جات له كم كورة تسليم والتسلم تمريرات المقطوعة تمريرات الصحيحة كل ده بيتم على هذا السجلت ولا مسجلتش إحنا بالوراء والقلم كده ما حسبناها لا إنا محمد الشناوي يقرب إزاي حصل حد تاني اللي يقعد منوف زماتش مش شكال يقال إن تم ساحب هذه الجائزة أو كان فيه استقرار على الشناوي هو أحسن لعيب في المباراة الأخيرة أمام أغندا لكن في الديئة حاجة وسبعين تقريبا كان فيه كورة عرضية الشناوي فلتت من إيده فالتقييم قل بالنسبالوف عشان كده راحت للمحمد يعني تمام إنت لو أنت مانا في زماتش وجات لك وجبت جون واثنين ومكسر الدينة وجيت في آخر فرصة جيت ألشت ومتجون في قادي ما تاخدش الجائزة ده لازم تخدها طبعا صح أو لا أنت بتاخد بالمحصلة مش بتاخد باللعبة أو اثنين بتاخد أداءك في المباراة بالضبط لكن أنا يعني فيه برضو فيه بعض اللعيب أنا كنت أتمنى أن هما يدخلوا مين من وجه نظر حالتك يعني فرق مية فرق مية طبعا لعيب كبير أبو مش عارف ليه هو مش محطوط في برضو دي من ضمن الحاجات المثيرة للاستقراب هل هو فيه حد أفضل منه لأن ده متخب أغاندا صعد بمجهود هذا اللعب الحقيقة طبعا أكبر نسبة تمريرات صحيحة من فرق مية أكبر نسبة كور سابتة ملعوبة مؤسرة أكبر نسبة أسست همضو من اللعب لقم اثنين وعشرين كمان مميزة مش فاكل اسمه إيه بس اللعب مميز جدا فدي برضو يدعو إلى الدهشة شوية يمكن سادي ومانيه برضو موجود ولكن غريبة شوية بصراحة هو جاب هدفين على العكس جاب هدفين في المبرارة الأخيرة بس مش هو ده سادي ومانيه وأهدر راكل الجزاء وكان غايب عن المبرارة الأولى بسبب الإيقاف وأهدر راكل الجزاء فهي برضو غريبة بصراحة محمد صلاح برضو عشان يبقى منطقيين مش هو الطب دلوقتي محمد صلاح مش في كمة مستوعشك ومتواجد في التشكيلة المثالية بالزبط بالزبط لا يعني رغم أن نحن مستقربين أن فيه لعيبة كانت لازم تدخل هذا المنتخب إلا أن فيه برضو لعيبة عليهم علامات استفهام المستوى مش عارف ليه المستوى متراجع شوية يمكن المجهود الكبير اللي بازلوه خصوصا محمد صلاح هو سيد يومنيه هل المجهود الكبير اللي شاركه مع ليفربول هل ضغوط المبارات المتلاحقة هل وهل على ما استفهام كتير هيتباين كمان في المبارات اللي جاية أتمنى أن عملية اختيار المقاييس الفنية تكون دقيقة شوية في المبارات اللي جاية خصوصا كمان أنت هيدخل لك الفار الفار هيبدأ من دور التمانية هيبدأ من دور التمانية أنا طبعا من ساعة الفار ده ما اتعمل وأنا ضد موضوع الفار ضده؟ أنا ضده مع أنه بيحاول يقلم الأخطاء التحكمية نسبيا حتى لا نشوف كوارس بصراحة موضوع أنت يعني هو فيه أفضح وأفضح من هدف مارادونا لا ما فيش طبعا فيه أكتر من كده وخلاص وكاسر العالم والناس لأكمل المباراة والدنيا وتفضل تتكلم عن الخطأ ده مدى الحياة هو دي كرة القدم هي دي متعة كرة القدم هو ليه بيقلل وبيحاول يدخلوا التكنولوجيا فيها عشان تقلل الخسائر المادية مش الخسائر الفنية المادية المادية طبعا ليه؟ أنت كفريق هتوصل للنهائي مثلا ويضيعك ركل الجزاء مثلا ظالمة من حاكم أنت كان ممكن تستحق مثلا خمسة مليون دولار اللي هو الجازة الأولى بقيت أنت خطت ثلاثة ونص مليون أنت خسرت مليون ونص مادية صح؟ قس على ذلك البطولات كلها بقى سواء بطولات محلية أو دولية أو أو لكن كفنيا أنا مش شايف أنا شايف المطعة المطعة قالت أنك أنت توقف المرة وتعمل كده وتستنى وإيه وفيه إيه بس أقول لها هرائك على حاجة فيها برضو جزء من المطعة لو نفتكر في التشاميزنزليج مثلا مبارد توتنا ومانشستر سيتي ولما مانشستر سيتي جابوا جون الفوز والصعود لدور النصف النهائي على ما تذكر في هذا التوقيت والحاكم حسبه وبعد كده الفوار بلغوا أن الكرة مش جون مع نهاية المطش الفرحة تنقلت من هنا من نانشستر سيتي باكتورتنا دي كمة الإصارة وموت عبردو هي بتحقق العدالة بالزبط في الآخر بس كرة القدم مش عادلة هي بقول لك دي هي تقول لها أمرها ظالمة أنا بقول لك ما بيقول لك المستديرة الغدارة صح أو لا صح طب خلص أنت هتلغي بقى كلمة الغدارة وبتلغي كلمة الظالمة حاول يخلوها عادلة شوية بس هو كان الأهم أن الفرحة يطبق على مضارة بطولة بشكل كامل مش أدوار معينة مفروب بقى جزء وجزء لأن كان ممكن فعلا فرقة على المحاك يعني مثلا أنت عندك كينيا أفضل فرقة خرجت والفري الوحيد من التمن فرقة اللي فاز الوحيد يعني كان ممكن يخش مكان فرقة تاني لو فيه مثلا فرقة وكذا لكن أنا بقول لك هي متعة كرة القدم ستظل دائما هي لعبة جدلية لا غير لعبة التنس والطايرة والحاجات دي كلها اللي بتعتمد على الخطوط أنها تلمس الخط أو ما تلمس ما هو ما تلمس اللي بتتنس على الجواب إيه بالجرس لما تلمس بره الخط تعمل جرس ما فيش فار بقى ولا كلام من ده في ساعتها في لحظتها في بص في جزء من الثانية فيش أنك توقف وتروح وتتفرج وتوقف متعة الجمعية طيب حضرتك في دور 16 مباراة مصر وجنوب أفراقية هل حضرتك مع تعديلات في تشكيل منتخب مصر ما يتغيرش هو ده نفس التشكيل حتى بزل بعض الاقتراحات اللي بتقول أن عمر واردة يبتدي على حساب عبدالله السعيد اللي بيساق بسوق مستوى الفترة دي لا أصلاً زي ما قلتلك أن المباراة اللي جاية مباراة منقصهاش على لا تقصها خالص على المباراة الثلاث اللي فات أنت مهما غيرت يعني أنت لو غيرت في التشكيل حيبقى في نسبة اهتزاز نسبة في المستوى وخصوصاً أن أنت ليد في مباراة جنوب أفريقيا أنت هيبقى ليك الأفضلية من بداية المباراة مشترق الله بمفروض بإذن الله لا الأفضلية الفنية أنا بكلم عن الأفضلية الفنية أنك أنت في القداية لأنهم جنوب أفريقيا هيبقوا متحفظ السعيد أنت لك الأفضلية في الاستحواز أنت أعلى نسبة استحواز أنت والمغرب والجزائر بس يعني أنا برضو لو تطرقنا لعملية التحليل هنلاقي المغرب أفضل تحليل رقمي أفضل يليل الجزائر ثم مصر يعني أنت لو بصت تحليل رقمي بالذات هتلاقي الاستحواز المغرب 60% هتلاقي التمرات صحيحة 1052 بص معدلات كبيرة جدا محاولات على المرمى 38% بفرق عن اللي بعدين 39% مراوغات صحيحة بص بقى يعني مراوغات صحيحة يعني فروق فردية بين اللعبة صح محاولات تمرير تسليم والتسلم لا يبقى محاولات جماعية تسليم والتسلم دي انتشار وأنك تاخد مكان سواء معك بالكرة أو مش معك بالكرة إذن هنا تقدر تحل المتخب ده أنه منتخب شبه متكامل عايز أقول متكامل الشبه متكامل من ناحية الجماعية وهو الاستحواز والانتشار والتمرير والتسليم والتسلم ومن ناحية الفردية من حيث المراوغات والحلول الفردية عند اللعبين طب عايزين يا جماعة برضو شريف شعبان عشان نتطمن على مباراة الأهل الودية عايزين نتطمن الأخبار ايه والنتائج ايه برضو نحاول نجيب شريف يقول لنا ايه الجديد طيب عايزين نتكلم على المنتخبات التي تأهلت لدور الستاشر المواجهات هتوقعتك لهذه المواجهات عندك مالي كودفوار مثلا تتوقع من اللي يتأهل منه بس هو مالي وكودفوار يعني مباراة متكافأة أنا مالي منتخب كوي بالنسبة للمباراة كلها هي مباراة متكافأة باستثناء إن شاء الله بإذن الله يعني مصري بإذن الله بإذن الله بباراة مالي وكودفوار ده تلاعب في المتخب بستاد السويسا تبقى أوم الاتنين هي مباراة متكافأة وخصوصا إن مالي صاحب أعلى نسبة تهديف إن شاء الله نسجل ست ست أهداف أهداف فبيلعب أوبن جيم بشكل كودفوار ما عندهش حاجة بقى يبقى عليها عايز برضو بحكم برضو التاريخ عايز عندهم خمس أهداف البطولة بالمناسبة كودفوار خمس أهداف ولكن مالي عنده الرغبة أكتر لو بسط لمالي في السنين السنوات اللي فاتهم ونسب من شرقاتهم في كاس الأهم الأفريقية هتلاقيهم الكرفة بتاعهم بيعلم طيب هنرجع نتكلم بتفاصيل أكتر عن مباريات دور الستاشر خليني بس سريعا أروح لزميلنا العزيز شريف شعباني طب منه على مباراة الأهل الودية شريف الأخبار عندك إيه تحية لك زميل أمير طبعا ونقد رادي كبير موصوعة الممتاز بيه طبعا ولكرة المصرية بسرح محمد الله وكل مشاهد القناة أعلي في كل مكان منهل التعادل السلد ومستمر بين الأهل وفريق المتحدة يمكن خلينا نقول لك أن مصطلة سارتي حوالي 30 دقيقة وبعد كدوة الأجرة تغييرات يمكن نزل مكان معلول محمود وحييد نزل مكان باسم علي أحمد فتحي جونير عجوين الصماهير نزل مكان الشحات حمودي نزل مكان عمر جمان أزارو يمكن محمد شريف استمر محمد عبد المنعم ناشي استمر سردباك ربيعة استمر علي لطفي استمر يمكن الراجل بيجرب تكتكة بيجرب لعيبة بيجرب كذا حاجة يعني في المنعم بس يدعاده لسه مستمر في أهداف كتران اللي بدعيحها فيه زهور بشكل قوي جدا للعرب بدر يمكن أعمل عن مولد نجم الجديد هو لعيب مباشر في الحقيقة عرب بدر لعيب مباشر جدا الله علي لمساته مولد ألفين وواحد لمساته في الكرة كويسة بدفع كويس سرعاته كويسة ديفندر وقعد لمستقبل النادي الأهلي استردبط أيضا محمد عبد المنعم يمكن مختبرش كتير ولكن لا يبشر بالخير فريق المتحدة هو قجيني فريق شركاته ولكن منظم جدا في الملعب بشكله وقعد كويس الملعب يعرض ولكن فريق منظم الفريق لعيب مفتاح جدا لنادي الأهلي يمكن عبدالعاتي في نص ساعة التالفة يمكن نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة التالفة اللي شغالة دلوقتي أمامي ومجلة عدل صبر زر هو المبرام مقصمة على نصاص يعني نص ساعة نص ساعة شكل نص ساعة نص ساعة وقعد كده الحنة في وقت القيم ولعب نص ساعة التالفة راجل بيدي لكل واحد يمكن وقت معين كده هو ده بيبين أو ده بيديل أن الراجل المدرب الأحمال القائسات اللي كان شغال عليها لعيب النادي الأهلي بيدي للعيب نص ساعة مثلا بيدي لعيب تاعة بيدي لكل العيب وقت غير التاني ده بيبين أن الراجل فعلا كان شغال وبيقيص كل العيب على حدة وعارف كل العيب ياخد قديم في المباراة فالأياب يبدو أو الظاهر كده أن يتعمل الجهاز الفني بيتعامل مع كل العيب على حدة حسب قياساته اللي أجرع في فترة الإعداد كده زي تقول زي ما راجل استعام حتى ساكفة العالم عشان القياسات بينا في مباراة الأولى للنادي الأهلي بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زمالنا العزيز شريف شعبان قال لنا كل ما هو جديد بخصوص مباراة الأهلي الودية في هذه اللحظات وكل ما يتعلق بفريق النادي الأهلي إن شاء الله فترة تكون موفقة جدا بالنسبة للنادي أستاذ محمد كنا نتكلم على الأدوار اللوكسائية وبتحديد دونس 16 والمتخبات اللي هتلاعب بعض وأبرز المتخبات ومين ممكن يصعد تكلمنا على مالي وكوتوفور شايف مين اللي يصعد فيهم أنا شايف مالي أقرب أقرب المباراة الطريف إن المباراة وطنية ما بين مدربين وطنيين والتنين بلعب أوبن جيم بس أنا أرشح مالي مالي طيب الجزائر 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 طبعا الجزائر طبعا بحي جمال بالمود طبعا والمباراة برضو وطنية ما بين مدربين وطنيين ما بين بسيرو كاندي وجمال بالماضي وعندهم طبعا جناد محرز وياسين طبعا محور وعدم والناس طبعا يعني عندهم الرغبة استعنادي وعندهم الرغبة جديدة في المباراة طبعا يبقى جزائر طيب الكاميرو الناجيريا المباراة متكافأة جدا وخصوصا إن الكاميرو ما سجلش هداف كتير ما حطش أكتر من هدافين مباراة بين المدرسة الهولندية والألمانية المدرسة الهولندية مسئلة في سيدروف وهو من أصغر المدربين الفنيين والألماني الكبير السن يعني ما بين المدرسة الشيوخية أو الشيوخ والشباب مصر جنوب أفريقيا إن شاء الله بإذن سنغال أوغندا سنغال أوغندا مباراة رغم أن ناس كتير أوه مرشح السنغال لكن أنا مرشح أوغندا لأنها عندها نسبة استحوالي سجمدة وعندها رغبة أكبر يعني طيب المغرب وبينين المغرب طبعا إن شاء الله يعني بما تملك من خبرات وخصوصا إنها حسبت المباراة في الدقاءة الأخيرة عندها خبرات طيب مدغاشكر كونغو مدغاشكر مفاجئة البطولة مدغاشكر من تونس صعدت بشكل أنفس ونتاجة مخيبة للأمال رغم أننا متوقع من تونس إن شاء الله نتمنى المنتخب التونسي كل التوفيق سريعا حقرة بس بعض تعليقات جمهور الكرة المصرية فيما يتعلق بأفضل منتخب في البطولة حتى الآن نبتدي فيسبوك الجوكر إسلام قال مصر إن شاء الله هي أحسن منتخب أحمد سلامة أهل الجزائر محمد محي أهل الجزائر محمود جاد قال أقوى منتخب الجزائر بس مصر هتخدوا بطولة يا رب إن شاء الله بإذن الله الأسطور رفادي أهل الجزائر كريم المغربي أهل الجزائر كمان محمد جمال أهل المغرب أقوى أداء تمام دي بعض التعليقات على فيسبوك خلينا نروح لتويتر سريعا عشاقة الأهل أهل الجزائر درع الأهل المباراة مش هتتزايع أمير ما تقلقوش مباراة تتزايع بمثبت مباراة الأهل والدية هتتزايع إن شاء الله بإذن الله النهاردة كيمو قال الجزائر بلا منازع برسا قال ما فيش فايدة في كرة ما فيش حاجة في المنتخب وينتقد يعني منتخب شواء إن شاء الله منتخب يكون أفضل خلال الفترة اللي جاي لكن وضح إن فيه إجماع على منتخب الجزائر كأفضل منتخبات في البطولة دي حقيقة حتى الآن أستاذ محمد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لنورتنا وشرفتنا شكرا شكرا ده كان لقاءنا مع دفنا العزيز أستاذ محمد داباهي الناقض الرياضي الكبير وكلمنا في أمور كتيرة جدا متتتعلق بالبطولة بشكل عام وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الواطن المصري اللي منتمنى لكل توفيق في ممورات يوم السبت القادم أمام جنوب أفريقيا بإذن الله وتأهل دور التمانية دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا استنونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله إلى اللقاء